مشاهدي شبكة أنتي أن وقناة ناين لايف في كل مكان بنصبح عليكم ونبتدي معاكم حلقة جديدة ونهارك سعيد النهاردة ال 13 يناير إن شاء الله يكون يوم جميل وإن شاء الله يكون بداية يوم إيجابي في كل أحداثه لنا وليكم ولكل الوطن العرب صباح الخير يا أشرف صباح الخير رانيا صباح الخير مشاهدي ناين لايف ونهارك ودايما سعيد مليان بالأمل والتفاؤل وإن شاء الله أيامنا الجاية بإذن الله تعالى تكون أحسن من اللي فاتت اللي جاي بإذن الله يبقى جميل وإن شاء الله يبقى في حالة استقرار في بلدنا وأنه يبتدي بقى العمل والحياة تستمر إن شاء الله بشكل جيد عندنا فقرات متنوعة النهاردة طبعا هنتبتدي فقرة الصحافة مع الصحافية أمينة خيري الصحافية في جريدة الحياة اللندنية كمان هيكون عندنا الحقيقة فقرة عن وقفة احتجاجية قان بيها اقتلاف الأغلبية الصمتة وده حصل قدام السفارة الأمريكية والحقيقة كان اعتراضهم على تمويل بعض منظمات المجتمع المدني بخصوص فكرة التمويل وخصوص فكرة منظمات المجتمع المدني وما مدى خطورة تمويل وإيه معنى كلمة تمويل هنتكلم في تفاصيل كتير جدا بتخص الموضوع ده مع ديوفنا النهاردة وهيكونه دكتور ياس يسري أبو شادي كبير مفتشي هيئة الطاقة النووية واستاذ علي طاها المحام في جائزة اسمها جائزة بوكر العالمية للأدب أو الكتاب العربي الجائزة دي عالمية وجائزة مهمة مترشح لها كتاب ورواية اسمها العاطل هنتكلم عنها النهاردة مع الدكتور خالد حروب ونعرف أكتر وأكتر عن هذه الجائزة أنا عن نفسي بصراحة معرفش جائزة بوكر دي بتبقى فين موقحها فين بتعقد فين المهرجان ده مثلا عايز أعرف تفاصيل كتير عن هذه الفقرة أكيد هنعرف تفاصيل أكتر معك يا أشرف كمان هيكون معانا فقرة والحقيقة دي هتكون مع زميلتنا سارة هي هتكون موجودة معانا إن شاء الله على مدار اليوم بس يعني هي مش موجودة بس دلوقتي في المقدمة هيكون معاها كمان فقرة عن الكاتب مصطفى عبدالله ورئيس تحيير أخبار الأدب السابق وعن تكريمه في تونس وهو حصل على تكريم في تونس في كتاب عن الثورة التونسية تحديدا نروح للفاصلة ونبدأ عن ابتدي فقرة صحافة طبعا متابعة المحاكمة الرئيس السابق حسن مبارك أكيد متابعين ثلاثة يامل اللي حصل فيهم المرافعات والتأجيلات وحاجات كتير جدا بس لحد دلوقتي برضو لسه الأمر ما تمش فيه أي حسن يعني أنا في غاية الاشتياق لأن أنا بقى أسمع يعني فيه كمية اتهمات في خلال الأسبوع اللي فات ده والأسبوع اللي قابليه كمية اتهمات جبيرة جدا للرئيس السابق ووزير الداخلية السابق العدلي للإعدام ونفسي أسمع بقى يعني إيه الدفاع بقى حيرد إيه على كمية الاتهمات الفضيعة دي اللي هي المنطقية يعني نفسي أعرف والله هو الدفاع أو تحديدا يعني المحامي المسؤول عن القضية أو عن الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسن مبارك وهو المحامي طبعا مسلس فديد الديب هو بيقال إنه هو طول الوقت عنده مفاجئات وبيقال إنه هو طول الوقت عنده جديد يقدمه لكن لحد الوقت لسه ما تمش الحسن في أي حاجة النيابة والمدعين بالحق المدني المحامين المرافعات بتاعتهم المفروض يعني يعني كله اتهامات وعندهم الدليل كذا وكذا وكذا نفسي أسمع بقى الجانب التاني حيقول إيه؟ هنسمع هنسمع وهنعرف أكيد ويمكن بما إننا بقى تكلمنا عن مواضيع تانية أشرف غير الفقرات اللي عندنا في الحلقة النهاردة الحقيقة كان رجاء من وزير الداخلية إنه ياريت الأمن فعلا إحنا نحس طبعا إنه الأمن بتدى يرجع بشكل ملحوظ ولكن للأسف الشديد يا أشرف إنه برضو الأمن رجع في أماكن محددة وفي مناطق محددة زي ما في أماكن حاسين إنه فيها أمن بشكل ملحوظ زي ما في أماكن لسه الحد النهاردة بتشتكي من البلطجة ولسه الحد النهاردة بتشتكي من سرقة العربيات ومن مسومة البلطجية ليهم علشان يرجعوا عربياتهم فنرجو إنه زي ما شفنا في أماكن كتير جدا التواجد أمني بشكل كبير جدا نركز بقى على الأماكن اللي ما فيهاش تواجد أمني ونحاول على قد ما نقدر نخلي فيه تواجد الأمن لإنه الحقيقة الناس كتير جدا بتشتكي من الوضع ده على فكرة الوزير الداخلية بقاله كذا يوم كده وورا بعض أمالي بيلفت على المحافظات يعني بيفاجئهم إنه هو موجود في المكان بشكل عام أموما نطلع لفكرة الصحافة ونبتدي يومنا وأمينا خير الصحافية في جريدة الحياة اللندنية نهاركو دايما زي بفل